تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو من العام الجاري والتي بلغت 196 ألف شكوى وطلب واستغعفة ووجه رئيس مجلس الوزراء بدلوة العمل المستمر على تنويع وتحسين أليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة وسرعة التفاعل معها والتنصيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل جهود الممكنة لمعالجتها مؤكدا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها اشتركوا في القناة